اليوم إن شاء الله راح أخذكم محاضرة الإنجليزي المحاضرة الأولى في مبادئ وأساسيات اللغة الإنجليزية أو قواعد اللغة الإنجليزية محاضرة بسيطة وسريعة إن شاء الله نستذكر بها ونراجع عن الجمل الإنجليزية وشون نكون الجمل الإنجليزية نستخدم الجمل دائماً اللي هي تكون بزمن المبارع اللي تحتوي على الفعل المساعد بي اللي هو معناه يكون الفعل بي has three forms إلى ثلاث أشكال أو ثلاث أفعال مساعدة اللي هو راح نقول الام والإز والار which we have to use according to the pronoun or subject راح نستخدمهم هاي الأفعال الإز والار والهم كأفعال مساعدة دائماً على حسب الاسم أو الفعل اللي يجي وراها فإذن تعتمد أو تقسم حسب place المكان أو adjectives الصفات اللي تيجي أو الأسماء إذا كانت أسماء أشخاص دولة مكان معين صفات أو أيضاً occupations ممكن تكون فعاليات أو ممتلكات أو وظيفة للشخص المتكلم فنستخدم على أساس الفعل المساعد affirmative sentences sentences مبلش بالجمل الثابتة أو المثبتة الجمل المثبتة حتى تتكون من subject اللي هو الفاعل زائد verb form فعل مساعد فيتكون لي جملة ثابتة هذه قاعدة أساسية لكل الجملة الثابتة إنه فاعل وفعل فنبلش بالفاعل اللي هو الآي أنا دائماً يأخذ فعل مساعد am طبعاً هاي المعلومات إنه تحرفوها أنتوا من اللغة الإنجليزية ماخذين بالسعدادة لكن نقول مراجعة كمحاضرة أولى وسريعة فهذا الفاعل I أخذ am حتى يكون جملة مثال I am a teacher أنا مدرس أو معلم you اللي هي تستخدم لأنت وحتى للمجموعة you are دائماً تأخذ الفعل مساعد are you are a student أنت طالب أما الفاعل هو وهي he وshe وit اللي تستخدم للجماد رح يأخذون الفعل مساعد is فنلاحظ المثال he is in the lab هو في المختبر she is my sister هي أختي it is a city إنها مدينة أوكي؟ فأيضاً عندنا الفعل المساعد الفاعل we هو نحن ويأخذ الفعل المساعد are we are friends الwe لأنه مجموعة فأكيد رح تأخذ الفعل المساعد اللي هو للجمع are we are friends they هم they ما معناه هم أيضاً تأخذ الفعل المساعد are they are doctors إذن مع عدل you فقط أنه هي تتكلم عن المتكلم you are أنت أنت هي أيضاً رح تأخذ are اللي هي are الجمع لكن هنا أنا جاية بالصيغة بالصيغة أنت إذن هذه استعرضنا الأفعال زائد الفاعل عفواً استعرضنا الفواعل اللي موجودة زائد الأفعال المساعدة للمفرد وللجمع نجي الآن على الجمل الnegative المنفية الجملة المنفية من اسمها مجرد أن نضيف لها not لا you can make negative sentences أنت تقدر تسوي جملة منفية similar to the sentences before تشبه نفس الجمل السابق اللي مثبته لكن نضيف لها not they the only different الفرق الوحيد ما بين الجملتين is to add فقط نضيف not نضيف not after بعد الفعل المساعدة اللي is ولار ولا إذن مو بعد الفاعل لا بعد الفعل المساعد you can see in the following chart تقدر تشوفوا بهذا الصور الصور مثلا she is not sad هي ليست سعيدة لاحظة not وين إجدتي بعد الفعل المساعدة is إذن مو بعد الفاعل بعد الشي لا أجدتي بعد ال is she is not sad بينما الصورة الثانية أو الجملة الثانية they are not in the school هم ليسوا في المدرسة فتتكلم أنه ما طول الفاعل they هم أكيد رح يأخذ الفعل المساعد اللي هو are ومن بعد إذا أريد أن فيها أضيف not they are not هم ليسوا 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 في المدرسة they are not in the school نجي هنا نلاحظ negative sentences أيضا الأمثلة إشلون رح نختصر not لاحظ بالجملة الأولى أو بالعبارة الأولى I am not اختصارها I'm not مباشرة هو نفس الصوت نفس الكلمة بس حرف الأي رح يحدث وراح نضيف الكومة هذه الإشارة باللون الوردي مثل إحنا نقول الفارزة الصغيرة لكن هي كومة تنضاف فوق الحرف اللي نحدث فما قرنا نحط الكومة I am not he وshe والit كذلك تأخذ الفعل المساعد مثل ما قنع تأخذ are تأخذ is he she it is not فش راح تصير he is not isn't she is not she isn't it's not it's isn't إذن ما كوفوا هرق يعني من ناحية الـ vocabulary أو pronunciation تنفض الكلمة لكن فقط أنه الحرف ال-o رح يحدث و هنا نشوفوا نحن حذفنا حرف ال-o وحطينا مكان الكومة لكن I am not بس الأي اللي انحدث ما انحدث ال-o لأن الأي أيضا هو صوت علة من الأحرف عفوا من الأحرف العلة اللي هي الأي وال-o وال-e وال-i هذي حروف العلة فلذلك نحذف الأي بأيام not بينما بالهي وشي وليت نحذف ال-o من not لاحظ هسا إلى الجزء الثالث اللي هو الأفعال الجمع ال-we نحن you أنتم they هم فتاخد الفعل المساعد are والنظيف لها not شو رحت اختصار فاقل we are not لاحظ we are not you are not you aren't they are not they aren't اللي انحدث هو حرف l-o من not بكل الثلاث حالات we are we are not you are not they are not ونظف نمكان الحرف l-o l-coma فأصبحت الآن الجملة منفية وأيضا مختصرة يعني مو بس منفية مختصرة من ناحية حذف الحرف l-o من not أيضا هنا رح ناخذ اليوم نحكي عن yes و no questions الأسئلة الذهلية اللي الإجابة ما قالت هتكون ب نعم أو لا شون نكون هذي الجملة وشلون الرد عليها in English we have to kind of question عدنا نوعين من الأسئلة اللي هي yes و no question أسئلة الإجابة بنعم أو لا وال why أو what question الأسئلة الاستفهامية اللي تستخدم بيها أدوات استفهام إذن أما أسئلة استفهامية أو أسئلة ذي اللي هي الإجابة yes or no ندروس مثينا أول شي the yes no question are called to some that because سميناها أسئلة yes or no question because the answer always start with yes or no سموها بهذا الاسم لأن الإجابة بيها تكون هو بنعم أو لا ذلك سموها yes no question remember remember to answer yes or no question you have to pay attention to the subject إنه إحنا من راح نجاوب بالyes or no بها الحالة الجنش راح ننطي مثل ما نقول لفت انتباه ونسلط الأذواء على الفاعل راح يتركز الضوء على الفاعل من خلال تكوين الجملة و راح يشوفونها بالمثلة تالية لاحظوا هنا بالأفيرماتف ستيتمنت اللي هي الحالة أو الجملة الثابتة الجملة الثابتة شي يقول المثال المثال يقول جون and بيتر are a student جون and بيتر جون و بيتر هم الثيناتهم هم طلاب أو طلبة تمام هس أريد أحولها إلى سوي لي yes no question بالسؤال يجاب عنه بنعم أو لا فش راح شون تسأل طريقة السؤال حول لي يا إلى سؤال ذي لي راح تقدم الفاعل المساعد اللي بالجملة الثابتة لاحظ شون جارلك سهم إنه الر تنقلها إلى أول الجملة فتقول الر من ثم تضيف الفاعل يعني أعيد بالجملة الأولى كان عندنا فاعل هو جون and بيتر زائد الفعل المساعد are ومن ثم students اللي هي المفعول به تمام هنانا أو هنا جاين وصفتهم طلبة هنانا بالyes or no question راح نقدم الفعل المساعد اللي هو الر من ثم الفاعل يعني نعكس ه وآخر شي أضيف تكملة الجملة وأضيف علامة الاستفهام فاش أقول الر جون and بيتر students وضفت علامة استفهام طبعا إن شاء الله بالامتحان أو بالكوز أو بالكوز أنتوا راح تحلونها يعني مثلا أعطيكم هنا جملة ثابتة وأقول لك سوي اللي بيها yes or no question أو سوي اللي بيها short answer فهس إحنا كوونا جملة اليس or no من خلال إنه حددنا أو وضحنا أول شي هو الر الفعل المساعد سحبنا حطينا أول شي زائدا اللي هو plus يجي وراء الفاعل منه الفاعل عندي الثاني جون وبيتر ومضفت بقية الجملة وحطيت علامة استفهام هسا صار السؤال هل هم طلبة راح يكون الجواب هنا ضروري نقول yes or no نعم هم طلبة أو لا فراح أقول yes هم they are أو أقول no they aren't تمام فمن أجي جاوب اليس معه وخيسوا بوحدها لازم أضيف الفاعل والفعل المساعد أرجعها جملة ثابتة لها فاعل وفعل المساعد سواء بالyes أو no فاعل وفعل المساعد إذا no حطوا إياها للفعل المساعد مثل ما قلنا not تعلمنا قبل شوانا شلون في جملة أنه الفعل المساعد والفاعل عفوا الفاعل والفعل المساعد وحط not not حصرا تيجوك الفعل المساعد اللي هو ama is أو r أو am تمام حطينا not بعد تريد تختصرها متر تختصرها هو صحيح بالحالتين قصدي يعني أنه تحذف حرف الأو إذا أريد جواب كامل نسميه full complete answer يعني جواب كامل للسؤال يتقول yes they are student هم طلاب وهم طلبة yes فبعدين فارزة هاي ثابتة هذي تفاصيل الإجابة لازم تقول yes or no بعدين فارزة تحط بعد الفارزة تحط الفاعل اللي هم they وراها الفعل المساعد are ونثم students تكمل بقيت الجملة في حالة المثبته في حالة النفي ش تقول نفس الشي no they فاعل are فعل مساعد والنفي not student هم ليسوا طلبه مثال آخر affirmative statement الحالة الثالثة لاحظ أنه المثال يقول mary is tall and thin mary اسم ابنية مفرد وراه يجي فاعل طبعا هي فاعل يجي ورا الفعل المساعد is من ثم الجملة tall يقول أنه ماري هي tall طويلة وثن رفيعة الضعيفة كون لي سؤال yes or no question راح تسحب الفعل المساعد رأسا تقدم لي قدام تعكس الجملة بدل ما تقول mary is تحول is mary وتكمل بقية الجملة tall and thin وتحط علامة استفهام فتصير is mary tall and thin صارت عندي سؤال ينتهي بعلامة استفهام وشرط الإجابة بyes or no هسا يقول لك short answer جاوب لجاوب القصير راح تقول yes فارزة she is هي yes هي بمعناه يعني إذا رادي نترجمها العربي نعم هي كذلك أو إن فيها راح تقول no she is وضيف النط لأنه قلنا النط للفعل المساعد اللي هو ال is فضيفنا النط بعد ترد تختصرها أو لا هو صحيح هنا مختصرة واحنا شالين من عندها حافين أو فحاطين عليها كما إذا أقول لك جاوب لي بفول complete answer جواب كامل تقول yes فتحط الفارزة she is هي tall and thin طويلة وضعيفة أو إن فيها راح تقول no طبعا تحط فارزة she اللي هو الفاعل زاد is الفعل مساعد ومن ثم النط النفي مو تنسى بالنفي لما تحط النط she is not هي ليست طويلة وضعيفة إلى آخره من بقية الجملة إذن المهم بتكوين السؤال أقدم الفعل مساعد ومن ثم أكمل أحط الفاعل وبقية الجملة حط علامة الاستفهام هاي ضروري طبعا هاي كلها الطلاب عليها درجة يعني من تحط علامة الاستفهام شوال أنا أعرف أنت كوينت السؤال شلون أعرف هذا الجملة هي السؤال لو معلومة لو تتطيني معلومة أنت تتجاوبني لو تتسأل فعلامة الاستفهام بوحدها هي أهم درجة على الجواب مالتكم بالامتحان إن شاء الله أو كوز أي مكان حتى الفارز مثلا نقول yes فارز she is كل شي محسوب كل شي إلى درجة فلذلك الطلاب هو الامتحان المادة جد ما هي سهلة وبسيطة بس الإجابة مالتها تكون دقيقة ومحسوبة وعليها الدرجة حرف حرف كلمة كلمة اللي أطلب منكم إنه شوية الحروف والإملاء مالتكم يكون صحيح على قد ما أنه موضوع بسيط سواء بهاي المحاضرة أو المحاضرات القادمة إن شاء الله وأي مادة أخرى كل موادكم اللي داد درسوها هي باللغة الإنجليزية وكلها تحتمد على الاسبيللنج والكتابة مالتكم قاموا نفسكم دائماً استخدموا دائماً أنا أنصحوا الطلاب أكونوا مستخدموا تطبيق أي تطبيقات الموجودة بالأبستور عن مترجمة للترجمة فأي تطبيق للترجمة جوجل ترانسليتور مترجمة جوجل أو ميديكال ترانسليتور مترجمة طبية في هيراتهم أنا نستخدمهم نحن باختصاصنا لأن كل الكلمات نستخدمها هي الطبية عن أمراض وإنسان وحيوان وخلايا وفيروسات وبكتيريا وطفليات ومواد مختبرية فمصطلحاتنا كلها طبية فأكو قواميس أو تطبيقات مترجمة طبية فميديكال ترانسليتور بس كتبوا بالأبستور ميديكال ترانسليتور يعني مترجمة طبية رح تنزكلكم وهواي أنواع ثبتوا أتكم بتلفوناتكم حتى دام حتى بالدوام مثلا نقول توقف عندك كلمة ما تعرفها وتريد ترجمها رأسا نطلع التطبيق بتلفون وتكتب الكلمة رح يطيك ترجمها مباشرة طبعا يكون بها تشتغل أونلاين لأنترنت وبعضها تكون أوفلاين فأنتوا شوفوا أي تطبيق مترجم يكون تشتغل أوفلاين يعني بدون ما يحتاج حتى بأي مكان أنت تحتاج ترجمة مجرد ما تكتب دائما أنا صح الطلاب يثبتون هذا لأن كل موادن بالانجليز سواء نظره العملي وهو يحتاجون وانت تقرون المحاضرة أي محاضرة لأي موادن دائما أنصح الطلاب أن أول شي أقرأها سطر سطر وأترجم اللي أعرف ترجمتها ما أكتب بس الكلمات اللي ما أعرف ترجمتها أترجمها رح تلاحظون أنه نفس الكلمات تستخدم كل المواد يعني الكلمات اللي رح نستخدمها بالبكترية هي نفسها رح تأخذوها بالكيميا هي نفسها رح تأخذوها بموادكم الأخرى بالمرحلة بالموليكولار الجزائي إلى آخر تشوفون نفس الأفعال خاصة الأفعال يعني اللي هي نستخدمها بالشرح تشوف نفس الأفعال فأنت إذا ترجمت وحفظت مثلا بالبكترية نفس الفعل هو يستخدم بالموليكولار نفسها بالكيميا إلى آخر من موادكم فرح تشوفون إنه ما رح تتعب تتعب مرة وحدة لكن النتيجة مثمرة لبقية المواد هماتية رح تصبح عليك سهلة إنه هذا الفعل يعني عرف ترجمت مثلا يحول أو يقل هو نفس الفعل بكل المادة بكل أي مادة بأي مكان هو ثابت فأنت اليوم منحفظته من خلال هذه المادة وعرفت إنه كونفير تحول بأي مادة ثانية رح يجيك هذا الفعل أنت متعرف عليه سابقا فلذلك الطلاب دائما أنا نصحكم يعني هذي لكم مثل ما أنا بيوم اليوم كنت طالبة ونفس المراحل مريت بيها فشفت هذي شغلات جدا مفيدة وهو طلاب استفادوا من عد هذا الطريقة فتقرأ وترجم الكلمات ومن ثم بعدين تيجي تقرأ تفتهم بالعربي أنت بالعربي تثبت المعلومة شنو المغزة من هذا المقطع المكتوب بالمحاضرة أي محاضرة إن كانت تفتهم بالعربي السجل ملاحظة يمك بالقلم تكتب هذا مثلا تعريف معين يقصد بي كذا وكذا وكذا بالعربي السجل هنا رح يثبت شو كتما فتحت المحاضرة تقرأ اللي كتبت الملاحظات اللي أنت كاتبها بإيدك ما رح تنساها نهائيا لأنه أنت كاتبها بإيدك فتذكر أنت شنو ثبت من الملاحظات وبعدها تجي تحفظ بالانجليزي تأشر الكلمات التعريف التعليل الفراغ ممكن يجي صح وخطأ المعلومة المهمة المصطلح المهم وألخص ألونهن أو أشرهن هذا رح يفيدك بأي مادة كل المواد هذه الملاحظات تفيدكم وسهل عليكم لأنه مو كل شي لازم أنا أحفظها أو كل شي لازم الأفعال والإز والآر والآر لا هذه مكررة وصرت أنت تعرفها وتستخدمها أنت تبقائيا بدون ما تحتاج تحفظها وتضيع وقت بها أحفظ بس الشي المهم تمام هنا أيضا نرجع سننتقل إلى الأسئلة باستخدام أهدوات الاستفهام هنا تحتمد على حسب ذات الاستفهام اللي راح نستخدمها هذا نوع من الأسئلة لا تستطيع أن يجاوب ما تقدر يجاوب بي بيس أو نو نهائيا يختلف عن الأسئلة ذا لي بيس نو هنا لأنهم يسألك عن معلومة فالجواب ما يكون نو لا الانصر هو معلومة يكون جواب عن حال أو معلومة راح تجاوب بجملة تامة تحتوي على معلومة حسب السؤال نملش بالأمثلة مثلا عندنا أدوات الاستفهام what ليم ماذا who من where أين how كيف what تستخدم لي information about يعني تستخدم لي شنو للثينكس الأشياء النايم الأسماء التملك أدوات وظيفة أو نشاط أو حالة مثلا نقول what is this ما هذا لازم راح يجاوب ما تجاوب بيس أو نو لا راح نجاوب بمعلومة على حسب السؤال شنو اللي دي يسأل عنه واللي أشر عنه فإذا هنا راح نشوف للثينكس أشياء سيل عن شيء جماد this is a book هذا كتاب مثلا what is your name ما هو اسمك هنا أنا جتي سؤال على الاسم مثلا تجاوب باسمك فالجواب هنا ما راح يكون بيس أو نو لا راح يجاوب بالمعلومة المطلوبة عن وظيفة what do you do ماذا تعمل أنت I am a driver أنا سائق activities أيضا تجي الwhat مع activities الأنشطة أو الفعاليات what is he doing ماذا يفعل he is working إنه يعمل يعني الفعالية أو النشاط اللي يقوم بيه بالوقت الحالي فإذا الwhat تجي مع هذه الأربع أشياء أما الwho تجي فقط للأشخاص people who يعني للعاقل لاحظنا أنه الwhat تجي الأشياء أغلبها كلها يعني الأفعال يعني الفعاليات وأشياء يعني لغير العاقل أما الwho تجي للعاقل اللي هي people أشخاص who is the director of the school من هو المدير أو المسؤول عن هذه المدرسة تمام فإذا سأل عن شخص صار السؤال عن شخص معين إذن للعاقل هو من أيضا ناخذ الwhere اللي هي أين هاي تستخدم places للأماكن where is he أين هو in the house هو في المنزل إذا سأل عن المكان وجواب كان بمعلومة عن المكان أيضا أداة الاستفهام how اللي هي كيف تسأل عن الحال والجواب يكون عن حالة معينة state حالة أو عن شكل معين أو طريقة معينة فهي الجواب يكون عن حالة شكل وطريقة مثلا مثلا are you كيف حالك راح تقول I am sad مثلا جواب راح يكون وإن شاء الله تكونون happy ومو sad how is لوجا كيف هي لوجا شون يكون شكلها أوصف لياها فورم مالتها شكل المالر الطريقة مثلا it is a small هي صغيرة فإذا من تقول السؤال عن حالة أو شكل أو طريقة معينة راح نستخدم ال how إلى هنا انتهت محاضرتنا الأولى من المادة اللغة الإنجليزية إن شاء الله كانت بسيطة وسهلة مراجعة لمخطيم المعلومات السابقة عن القواعد اللغة الإنجليزية ألتقي لكم الأسبوع القادم إن شاء الله